مرحبا بكم مشاهدين الكنان في النشرة الجوية إذن بعد الإترابات الجوية لشهدتها معظم المناطق الشمالية تمثلت في تساقط أمطار خلال 48 ساعة الماضية تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تحسن في التقس خلال الساعة القليلة القادمة هذا على معظم المناطق الشمالية للوطن نبدأ نشطنا الجوية كالعذاب صورة القمر الاستناعي تضحنا السحب على معظم المناطق الشمالية للوطن حتى على أقصى الجنوب الجزائري تفاصيل الوضعية الجوية نبدأ بحركة رياح نسجل بإذن الله حوالي 50 كم في الساعة على السواحل الغربية للوطن ما تتعدل سرعة رياح 30 كم في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية حتى على المناطق الداخلية والجنوبية نرح الوضعية الجوية لنتوقعها خلال صباحات الحد إن شاء الله رح تتشكل السحب سوف لا تكون بدون فعالية هذا على معظم المناطق الشرقية للوطن استقرار في حالة التقس أجواء مشمسة لقليلة السحب على وسط وغرب البلاد حتى على المناطق الجنوبية بالنسبة لدرجات الحرارة لنسجلها خلال صباحات الحد إن شاء الله رح تلحق بإذن الله في حدود 0 درجة على باتنا سجل درجة واحدة تحت الصفر كأدنى مقياس على البيض نعم مشرية درجة واحدة على تيارة والجلفة حتى على السطيف 7 درجات بالجزائر العاصمة تلحق 8 درجات على وهران 10 درجات بعدنا سجلوا حوالي 6 درجات على منطقة عين سلح 7 درجات على درار 8 درجات على منطقة تين دوف 5 درجات نسجلها على غردايا إليزي وجنات و14 درجة منطقة عين كزام بالنسبة لحالة التقس لنتوقعها خلال ظاهرة الحد إن شاء الله استقرار في التقس أجواء مشمسة على العموم هذا على معظم المناطق الشمالية الغربية والوسطى حتى على الشرق البلاد والولايات الجنوبية درجات الحرارة خلال ظاهرة الحد إن شاء الله رح تكون في المعدل الفصل نسجلوا بإذن الله حوالي 21 درجة بالجزائر العاصمة وهران 22 درجات تلحق على تلمسان 17 درجة على البيض نعم مشرية نسجلوا 20 درجة على عنا بوتيزي وزو 22 درجة بعين صلاح حتى على رجانتي ميمونو أدرار ومنطقة تين دوف تلحق 20 درجة بشار تلحق 20 درجة على إليزي وجنات و29 درجة نسجلوها بمنطقة عين كزام حالة البحر نهر الحد إن شاء الله البحر رح يكون من قليل الإطراب إلى مطرب على طول الشريط الساحلي الرياح نسجلوه حوالي 50 كم في الساعة على كامل السواحل الوطنية علول موجة إن شاء الله رح يرحق بإذن الله حوالي المترين على السواحل الغربية والوسطى حتى بالسواحل الشرقية والرؤية رح تكون متوسطة على طول الشريط الساحلي قبل من ختم رشتنا الجوية نتوجه بكم اليوم لولاية غردايا الحال بها خلال اليمات القليلة الجاية إن شاء الله نال حد 2 حتى 3 الحال حيكون مستقر مشمس على العموم مع درجات حرارة الدنيا تتراوح ما بين 6 و 9 درجات خلال الصباح وتكون ما بين 18 و 22 درجة خلال الدهيرة رح نسجل بإذن الله حوالي 30 كم في الساعة كالعادة نختم رشتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق غروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعث من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال تقصنا على الحد والله أعلم نشكركم على المتابعة في يماني